بهدف ضمان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب التي ستأخذ على عتيقها مهمة تأليف الحكومة تسعى إيران لترتيب صفوف حلفائها في العراق صحيفة الشرق الأوسط ناقلت عن مصادر مطلعة أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بدأ تحركا لترتيب صفوف حلفائه بهدف ضمان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستأخذ على عتيقها مهمة تأليف الحكومة ووفقا للصحيفة فإن سليماني التقى زعيم اتلاف الدولة القانون نور المالكي وعددا من قادة الكتل الشيعية لا سيما في اتلاف المالكي وتحالف الفتح إضافة إلى القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والسفير الإيراني في بغداد وطبقا للمصادر ذاتها فإن الاجتماع لم يحضره ممثلون عن الكتل الشيعية الثلاث الأخرى وهي سائرون والنصر والحكمة وأشارت المصادر أن الاجتماع جاء بهدف محاولة التشكيل الكتلة الأكبر التي رجحت أن تضم إلى جانب حلفاء إيران رئيس أتلاف الوطنية إياد علاوي وتدعم العباد لرئاسة الوزراء مجددا من جانبه رفض حيدر العباد الدعوات إلى إعادة الانتخابات واعتبرها قرارا يخص المحكمة الاتحادية فقط وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن المحكمة الاتحادية العليا هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية ترجمة نانسي قنقر